معكم مرة تانية وصباح تفاؤلنا وسعادتنا بالأحداث الأخيرة في عودة القدس الغالي لإلنا وطبعا سنكمل معاكم هوانا الوطن وطبعا صحة الإنسان شيء غالي علينا وعلى كل شخص بذاته هل متابعة الصحية تؤدي لحياة أفضل للأشخاص إذا كانت متابعتهم دورية طبعا سنتحدث عن هذا الموضوع اليوم في فقرة طبية خاصة عن هذا الموضوع اليوم سنتحدث عن الجمعية الفلسطينية للأمراض المزمنة ورعاية الأطفال تقوم هذه الجمعية بأيام طبية مجانية من خلالها تفحص المواطنين للكشف عن الأمراض المزمنة وللأسف تم اكتشاف الكثير من الأمراض المزمنة من أشخاص متنوعين رجالا ونساء لم يكونوا على علم بأنهم مصابين بهذه الأمراض عن هذا الموضوع تفاصيل كثيرة سيقدمها لنا دكتور غسان حمدان رئيس جمعية الفلسطينية للأمراض المزمنة ورعاية الأطفال سباح الخير دكتور غسان سباح النور يعطيكم العافية أهلا وسهلا فيك في هوانا الوطن الله يخليك أهلا سهلا دكتور غسان قبل ما نحكي عن الجمعية ونحكي عن هذا الحدث اللي صار الحدث الغريب أنه في مواطنين ما كانوا بيعرفونهم مرضى حنشوف إحنا وياك بعد استطلاع الآراء للمواطنين عن موضوع الحفاظ على صحتهم نشاهد سويا ونعلق على هذا الاستطلاع ما رأيك بالفحص الدوري اللي بيعمل الأفراد هل لازم الواحد يعمل دائما فحوص دورية وهل أنت بتعملها وشو أهميتها الفحص الدوري مهم مكيد بس إنا ما أعملهاش يعني أنا أحيانا الفحص شام للإنسان بكلف يعني يعني بهم ما نسمع هو مهم طبعا لو أحد بكشف مرضه بدري السرطان يعني فيه أمراض كثير خطيرة بس لتكلفته لآل يالناس بتهمله نحن مستشعات الحكومية بتغلب حتى لو أحد تعمل مثلا فحص الدكتور كله مثلا مش لازمك ما بقدر عمل لك إياه فبيأخر الإنسان بيضل المرضه فيه طبعا لازم يعبد دائما عشان يطمن على صحته الواحد لأنه بعرف قدي نسبة السكر إذا مرتفع مثلا باخد دوة يعني بنظم له الدوة السكري لازمش مرتفع مثلا باخد دوة أقال هيك وبعمل حمية غزائية مثلا بتساعده إنه ينزل السكري آه منعمل بالنسبة إلنا لأنه موظفين فمنعمل نخاف أمراض وراسية يكون عنده حدا مرض إحنا مش عارفين فيه وهيك يعني منذ وحلوة الواحد يتمئن على صحته دائما يعني طبعا للجسم للصحة الواحد تابع حاله ليش يلاقي حاله بآخر لحظة إنه لا سمح الله مصاب بشغله وهو ممكن يتفاداها من أصل من أول هو يتعالج وبالنهاية الوقاية خيره من ألف علاج هذه أكيد هذه حقيقة لا يختلف عليها أثنان إنه الفحص المبكر حيكون منساعد قوي في عملية العلاج الأمراض والقضاء عليها سمعنا أعزائي المشاهدين بعد استطلاع أراء المواطنين بعض المواطنين على هل مهم إنه نكشف مبكرا أو دوريا عن صحتنا عن هذا الموضوع نرحب بدكتور غسان حمدان رئيس جمعية الجمعية الفلسطيني الأمراض المزنمة لعاية الأطفال سباح الخير كبير مرة دكتور غسان الله يعافيك دكتور غسان حنحكي عن طبعا في من ضمن الجمعية رسالة أنتم بتأدموها للمواطنين وهي الأيام الطبية المجانية قبل ما نحكي عن هذا بدي نبذة صغيرة عن الجمعية الفلسطينية للأمراض المزنمة يعني طبعا أولا الجمعية تأسست في سنة 2010 وتأسيسها كان أيضا حاجة مجتمعية في المجتمع الفلسطيني وخاصة في هذا المجال اللي إحنا رح نتحدث عنه اللي هو مجال الأمراض المزمنة نعم الكل بيعرف أنه الأمراض المزمنة هي من أكثر المشاكل الصحية اللي بتواجه المجتمعات بشكل عام لكن المجتمع الفلسطيني بشكل خاص وهاي طبعا إلها علاقة في العوامل المؤثر على انتشار هذه الأمراض صحيح وهاي العوامل العديدة ممكن نتحدث عنها في سياق الحوار اللي اليوم إحنا في صدده نعم لكن إحنا رتقينا في الجمعية أنه المجتمع الفلسطيني بحاجة أكثر إلى عملية توعية وعملية فحوصات يعني وقائية نعم وبالتالي هاي الجمعية تخصصاتها بتجهة نحو إجراء الفحوصات الوقائية والتثقيف الصحي لأنه في مجال العلاج طبعا وزارة الصحة بتكون في هذا الموضوع بشكل جيد المؤسسات الصحية الأخرى تقوم أيضا في عملية العلاج الصحيحة بشكل جيد في مجال الأمراض المزمنة لكن تبقى القضية الأساس هي قضية التوعية نشر الوعي الصحي نعم وقضية الإجراء الفحوصات الوقائية خاصة في أوساط التجمعات السكانية العديدة من ضمنها تجمعات نسائية تجمعات شبابية تجمعات عمالية قطاعات اللي بتكون منها المجتمع الفلسطيني بشكل عام نعم وبالتالي احنا ارتقينا أنه فيه هناك حاجة لتأسيس جمعية متخصصة في هذا المجال وعلى هذا الأساس تم تأسيس جمعية الفلسطينية لأمراض المزمنة ورعاية الأطفال اللي لها نشاطات عديدة من أول ما تأسست حتى هذه اللحظة لها علاقة في هذا الموضوع خاصة قضية الفحص الوقائي والتثقيف الصحي الاهتمام في شريحة الأطفال وإحنا هاي حقيقة شريحة منهتم فيها بشكل كبير جدا لأنها هي أساس التنمية الصحية اللي احنا ممكن نوصل إليها في المستقبل إن شاء الله إذا اهتمينا في صحة طفلنا من أول ما ينشأ حتى يوصل للسن المتأخر أو السن المتقدم وبالتالي هذا موضوع ضعيناه في رؤيتنا وفي فلسفة عملنا وفي سياستنا المختلفة تجاه المواطن الفلسطيني نعم دكتور غسان من خلال أيام الطبية المجانية اللي بتقوم فيها الجمعية اكتشفت الجمعية أنه هناك مواطنين متفاوتين بالأعمار وأيضا من الجنسين النساء والرجال أنه مصابين إما بالضغط أو بالسكر هم ما بيعرفوا طب هاي إشكالية هاي إشكالية يعني ثقافية صحيح احنا يعني أنا أولا بدي أشكركم على البرنامج اللي قدمته أو الاستطلاع اللي يعني أخد عينة بسيطة من الناس لكن هذا الاستطلاع بعكس أنه فيه هناك حالة وعي نسبية عند المواطن الفلسطيني بأهمية إجراء الفحوصات الوقائية لكن هذا الموضوع كما ذكر البعض أنه فيه لها بعض المعيقات وذكروها بشكل واضح من ضمنها يعني مسألة التكلفة المالية العالية التأخر في تحقيق إجراء الفحص الوقائي في المؤسسات الحكومية نتيجة الاقتضاد والضغط الكبير اللي احنا كلنا بنعرفه بشكل خاص لكن أنا بقول أنه إحنا لما بنجري فحوصات وقائية بنجريها لأنه كما ذكرت هاي إلها علاقة في كيف ممكن إحنا نوصل لحالة صحية ومستوى عالي صحة في المجتمع الفلسطيني متقدم يضاهي ويساوي المجتمعات المتقدم الأخرى رغم كل الظروف الصعبة اللي ما بدنا نتحدث عن تفاصيلها في المجتمع الفلسطيني اللي إلها علاقة في الحالة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإمكانيات الموارد المتوفرة إلنا اللي هي موارد بسيطة لكن إحنا بنحاول من خلال هاي الموارد البسيطة نستغلها بأعلى درجة وبأقصى درجاتها ونوصل لها لحالة الصحية اللي إحنا بنطمح أنه نوصلها وأنا بحب يعني أطمنك أختهاني وأطمن المشاهدين أنه المجتمع الفلسطيني من المجتمعات اللي وضعها الصحي جيد يعني نسبياً رغم كل هذه الظروف وكل هذه الصعبات وفي عنا برامج وفي عنا نماذج تم بنائها من المؤسسات الصحية سواء على مستوى القضاية الأمراض المزمنة أو صحة المرأة أو صحة الطفل أو الصحة المدرسية هي نماذج قاعد تندرس في كثير من البلدان ويتم تطبيقها في كثير من الدول وخاصة في الدول النامية مثل بعض الدول اللي في أمريكا اللاتينية في إفريقيا في بعض الدول العربية يعني مثلاً برنامج اللي إله علاقة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة هذا برنامج متقدم متطور في فلسطين عم بتم تطبيقه في كثير من الدول وتدريب طواقم وكوادفة هذه معلومة جيدة يعني تختارنا إلنا الأمراض المزمنة لبرنامج اللي تم بنائه في المجتمع الفلسطيني أيضاً يتم تطبيقه في كثير من الدول النامية وبالتالي إحنا كمجتمع فلسطيني عنا المقدرة والكفاءة أنه نبني هاي البرامج نوصل لحالة صحية لكن فيه هناك كما ذكرت كثير من المعايقات اللي بتعطل وبتعركل أحياناً دورنا وعملنا بما يخص الإحصائيات أو بعض اللي إحنا بنعمل يعني إحنا في كل يوم طبي بنعمل هلأ أنا بدي أقولك بس نسبة الأمراض المزمنة أو نسبة مثلاً السكري المشخصين من المرضى في المجتمع الفلسطيني هم 13% فقط؟ 13% نعم لكن لكن النسبة اللي غير مشخصة اللي ما بتعرف مرضها واللي عندها قابلية لحصول مرض السكري هي 30% يعني إحنا بنحكي عن كل ثلاث مواطنين في بينهم واحد مريض في السكري أو ممكن عنده قابلية للمرض في السكري وما بيعرف هذا الموضوع هاي المشكلة الكبيرة اللي إحنا منعاني منها هاي إشكالية صحيح قال الأيام الطبية اللي إحنا كنا ننفذها اللي هي الفحوصات الوقائية كنا نعملها في مثلاً أماكن التجمع للمواطنين زي مثلاً المجمع بلدية نابلس اللي إحنا بنشكر إدارة المجمع والبلدية على تعاونها الدائم معنا في هذا الموضوع إحنا بنحط طاولة بنعمل لكل المواطنين اللي ماشيين اللي بروحوا بيجوا في هذا داخل هذا المجمع هناك فيه تعرف أنت فيه تجمع الكبير وغير أنه هذا مركز للتنقل في داخل المدينة اللي هو التكسيات والسيارات كل ثلاثة بنكتشف واحد منهم عنده مشكلة سكري أو ضغط وما بيعرف عنها وكثير من الحالات إحنا اكتشفنا أنها واصلة لمرحلة متقدمة يعني نسبة مثلاً واحد من الضغط عنده 110 أو 180 وهذا خطأ وهذا طبعاً واصل لمرحلة مباشرة إحنا كنا نحولهم على مستشفى الوطني الحكومي لأنه هم معهم تأمين صحي وبيقدروا يستفيدوا منه ويعرف حاله وبالتالي هو يستطيع أنه يمنع المضاعفات اللي ممكن أنها تحصلوا نتيجة هاي المشكلة الصحية نعم نفس الإشي في السكري وفي أوساط شباب يعني الفئة العمرية لهذه المجموعات هي من 35 إلى 40 سنة وهون الإشكالية وهون الإشكال طبعاً أنه أنت عندك هذه المشكلة عندك هذا المرض وما بتعرف عنه وماشي بدون ما تتعايش معاه إحنا هذا المرض لا يمكن معالجته وإنهاء علاجه صحيح لكن ممكن أنه الشخص يتعايش معاه في حالة الوعي اللي ممكن أنه يفهم فيها حول هذا المرض وحول هذه المشكلة وهذه حالة الوعي بتأدي أنه يسيطر على المرض نفسه ويمنع أي مضاعفات ممكن تحصل زي مثلاً برضا السكري احنا منعرف كثير منهم فقدوا بس النظرهم تم بتر أطرافهم صحيح صار عندهم فشل كلاوي يعني هذه المشاكل الكبيرة اللي بتحصل المضاعفات الكبيرة هي بتكون عبق أولاً على المريض ومشكلة صحية عبق على المجتمع عبق على الأسرة وبالتالي احنا يعني عملية الفحص الوقائي ونشر الوعي الصحي الهدف منها أنه نحد من أولاً المضاعفات اللي ممكن تحصل لنتيجة هاي الأمراض وبنفس الوقت كل شخص عنده هاي المشكلة يقدر يتعايش معها يسيطر عليها ما يوصل لمرحلة أنه يصير فيه عنده مضاعفات تأدي لخسارة مثلاً ساكو أو خسارة نظره وبالتالي هو بيصير عنده إعاقة وبالتالي بيصير عنده مشكلة اجتماعية ما بيقدر يشتغل وهذا بيسبب مشكلة للأسرة وبيصير في حالة الفقر اللي احنا كلنا منعاني منها في المجتمع الفلسطيني بشكل كبير وبالتالي احنا في الجمعية منحاول نوصل للناس اللي ما بيعرفوا عن مشكلتهم الصحية حتى نقدر نعرفهم عليهم ويقدر يسيطر ويتعاشوا مع هذا المرض تاي دكتور غسان رؤيتكم بالجمعية بعد هذا الاكتشاف إنه قديش هالنسبة والأعمار الصغيرة في مرحلة الشباب إنهم مصابين بهذه الأمراض المزمنة وما بيعرفوا رؤيتكم كيف ممكن نرفع الوعي؟ احنا طبعاً في عنا برامج مختلفة أهم هاي البرامج اللي هي التعاون مع مديرية التربية والتعليم مع مديرية التربية والتعليم لي؟ لأنه بتعرفي أنت قطاع الطلاب قطاع واسع جداً وهو أساس المجتمع الفلسطيني وبالتالي بنحاول إحنا من خلال هذا القطاع إنه نوصل المعلومة الصحية والثقافة الصحية لطلابنا وطالباتنا حتى يقدر يكونوا هم على الأقل هاي الأجيال القادمة اللي بدها تكون دي البلد وبدها توصل يعني لما واقع مختلفة وهي جزء أساسي في المجتمع الفلسطيني إنها تكون عندها حالة الوعي هاي وهي بالتالي بتساعدنا على نشر الوعي في داخل أسرتها يعني إحنا منحاول دائماً لما نوصل المعلومة الصحية لطالبة أو طالب منركز عنه أهمية إن هاي المعلومة ما يحتكرها إلو لنفسه يحاول وصلها لوالده لوالدته لإخوانه لأخواته وبالتالي بهاي الطريقة إحنا منقدر نوصل لأكبر شريحة وفئة وقطاع ممكن من المجتمع الفلسطيني المسألة الثانية فيه هناك جمعيات نسائية إحنا منتعاون معها في البلد وهذه الجمعيات النسائية عندها تجمعات طبعاً مختلفة في كل المواقع في الكرة وفي المخيمات وفي المدينة وداخل خاصة البلد القديمة ونحاول أيضاً نعمل لقاءات إلها علاقة في الثقافة الصحية وفي التثقيف الصحي وفي الحوار يعني إحنا مننتهج منهج الحوار والنقاش مش بس يعني إلقاء معلومة أو محاضرة بشكل أصم وهذا الأهم أتوقع يعني إحنا منحاول نوصل المعلومة بشكل بسيط لكل مواطن فلسطيني بحيث أنه يقدر يعني توصل له هاي المعلومة بشكل صحيح ويقدر يأخذها بعين الاعتبار في حياته في ممارساته في السلوكياته الحياتية نعم اللي هي بتأدي إذا كانت هاي السلوكيات خاطئة يعني أغلب مثلاً الأمراض السكري إلها علاقة في السلوكيات الحياتية الخاطئة صحيح أمراض الضغط نفس الإسة وبالتالي إحنا منحاول أن هاي المعلومة يمارسها في حياته في سلوكه في كل تصرفاته حتى نوصل لحالة صحية في المجتمع الفلسطيني المتقدمة وجيدة نعم دكتور غسان رؤيتكم المستقبلية للجمعية لأنه أنت صحيح العمر الجمعية عمر حديث تقريباً سبع سنوات لكن في رؤية مستقبلية بعد التطور والإنجاز اللي حققتوا هاي الإنجازات اللي صارت في الأيام الطبية المجانية نشرتوا وعي وساعدتوا ناس بطريقة منفتة للنظر بعمر زمني قصير شو رؤيتكم المستقبلية لوضعكم في فلسطين احنا يعني حقيقة أولاً بدأ أحكي يعني بدأ أحطك بالصورة أنه احنا في عنا مشكلة مثلاً في قضية يعني وجود إمكانيات تتوفر لنا نقدر نتوسع من خلالها في عمل هاي الجمعية لكن رغم ذلك كل عمل الجمعية يعتمد على المتطوعين نعم يعني احنا في عنا متطوعين أطباء في عنا متطوعين ممرضات عاملات فنيات في المختبرات تحليل طبية نعم وهدول بساعدونا في كل الأنشطة وكل نشاطاتنا وهذا احنا بنفتخر فيه أنه يعني الجمعية قائمة على أساس المفهوم العمل التطوعين وهذا احنا رؤية هذا شيء راقي وإحنا رؤية هاي بدنا نعززها نعم حتى ما نكون أسيرين لموضوعة التمويل الخارجي أنه وصل ما وصلش انقطع ونتم وما تمش وإلو أهداف سياسية وأهداف غير سياسية وكل هاي القراية نعم بالتالي احنا بنحاول نركز على مفهوم العمل التطوع في جمعيتنا الرؤية القادمة احنا يعني حقيقة الآن منفكر كيف ممكن في عنا مثلا في نابلس تقريبا سبعمائة في المحافظة مش في المدينة فقط لوحدها في عنا سبعمائة وخمسين طفل بعانوا من السكري اللي له علاقة في العامل الوراثي في بداية العمر نعم وهذا أخطر أنواع السكري هلأ هذول السبعمائة وخمسين طفل كثير منهم بوصلوا لمرحلة بيحصل لهم مضاعفات نتيجة هذا المرض وبأدي هذا لكثير من المشاكل الصحية الإعاقات الفقدان الحياة المشاكل الاجتماعية في داخل أسرتهم الإمكانيات الضعيفة في توفير الأدوية التعامل معها المرض من قبل الأسرة نفسها الوالدين بطريقة خاطئة حتى المريض نفسه بتعامل معها بطريقة خاطئة وبالتالي احنا عنا هلأ اتجاه نحو هذول السبعمائة وخمسين طفل نحاول نعمل لهم برنامج إلو علاقة في تدريبهم هم وأسرتهم المحيطين فيهم كيف يتم التعامل مع هاي الحالة المرضية اللي من خلال هذنا منقدر نمنع حالة المضاعفات لدى هذا الطفل مع تقدمه في السن وتقدمه في العمر وبالتالي حتى لا يوصل لحالة مثلا فشل كيلو حتى لا يوصل لحالة فقدان نظر حتى لا يوصل لحالة بتر الأطراف وبالتالي هاي الموضوعة موضوعة بالنسبة إلا من أهم القضايا اللي احنا هلأ مركزين عليها عدا عن كل البرامج اللي احنا منشتغل فيها في الجمعية من أجل إنه يعني نستمر في عملنا ونتكامل مع كل المؤسسات الصحية الفلسطينية سواء كانت رسمية أو غير رسمية بالوصول إلى حالة صحية متقدمة لأنه إحنا ما عنا وهم إنه لوحدنا ممكن نحقق الهدف اللي احنا وضعينا هاي بدها حالة كامل بدها حالة وعي وبدها حالة يعني صحيح تآلف ما بين كل المؤسسات الصحية المقدمة شكرا إليك دكتور غسان على حضورك شكرا عن معلومات القيم الأدم تلنيها شكرا لكم يعطيكم العافية الله يعافيك إذن أعزاء المشاهدين نشكر دكتور غسان حمدان رئيس الجمعية الفلسطينية اللي الأمراض المزمنة ورعاية الأطفال فاصل قصير ونعود لنكمل وإياكم هوانا الوطن